أسعد الله يومكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى غرفة الأخبار التي نتناول فيها موضوع يهم الطبقة الشغيلة في الجزائر وعموم المواطنين في ضل الظروف الاجتماعية التي يشهدها العامل الجزائري ربما لم يكن الاهتمام كما كان أكثر بخصوص هذه المسألة في عرض الحكومة أمام البرلمان إذ أن النقاط التي عرضها الوزير الأول عبدالعزيز جراد أمام نواب البرلمان تحدث فيها على إلغاء الضريبة على الدخل لدوي أو فئة 30 ألف دينار جزائري كيف يمكن أن يتحدث ذلك تقنيا وميدانيا وما هي الزيادات التي ستستفيد منها هذه الطبقة أو الفئة الشغيلة ولكن كيف بالمقابل نتجاوز عقبة الذين هم فوق 3100 مثلا وكل الأمور الأخرى المتعلقة بسلبي الأجور ناهيك عن إعادة النظر فيما يعرف بالأجر الأدنى المضمون منذ 2006 والذي لا يزال في حدود 18 ألف دينار جزائري كل هذه المسائل وأخرى أطرحها للنقاش مع ضيوفي أبدأ في الجزء الأول مع ضيفي بالعمور الأغليض وهو أمين وطني بنقابة سناباب مرحبا بك سيدي شكرا برك الله هذه سنوات وأنتم تناضلون وتجتهدون من أجل أن تحققوا هذه الأهداف من بينها إعادة النظر فيما يعرف بهذا إلغاء الضريبة على الدخل هل لبأ أو لبيت طلباتكم من خلال هذا القرار بالنسبة للحكومة التي اعتمدت على 30 ألف دينار جزائري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله البداية أشكركم وأشكر قناة البلاد على هذه الاستضافة الكريمة وربما كنقابي وكحامل لانشغالات طبقة شغيلة بصفة عامة أعتقد أن ما جاء من نقاط داخل برنامج الحكومة فيها ربما كثير من الأجوبة لبعض الانتظارات والتساؤلات للطبقة الشغيلة بصفة عامة خاصة منها الفئات الهشة وأقول الفئات الهشة بضبط داخل قطاع الوظيفة العمومية التي ربما يتجاوز العدد تعم المليونين موظف وعامل داخل هذا القطاع العام ولكن تسمحني هذا الداري بعد الدخل لا تمس فقط الوظيفة العمومية الفئة الشغيلة كم أنت معنية؟ أنا أركز يعني بدرجة كبرى على الوظيفة العمومية أولا باعتبار أنها تمثل النسبة الكبيرة داخل طبقة شغيلة بصفة عامة هذا من جهة ومن جهة ثانية أن نقاب تسناباب تنشط داخل الوظيفة العمومية ما تعلق بالضريبة هو يعني مطلب منذ سنوات لكثير من النقابات وعلى رأسها نقاب تسناباب باعتبارها ثاني مركزية نقابية في الجزائر وباعتبارها أول نقابة تعتمد في ظل التعدي النقابية لماذا؟ لأن الضريبة تشكل لدى جل الموظفين والعمال ما يمثل نسبة اقتطاع من عشرين إلى ثلاثين بالمئة مرات إلى خمسة وثلاثين من الراتب الشهري وتتعدى ذلك بالنسبة للفئات الأكثر والأعلى خلص نيف إلى خمسة وثلاثين كما ذكرت وباعتبار كذلك أن الضريبة مباشرة يعني تنتزع من لسورس يعني مباشرة يعني في حين وفيها لا تقاعس ولا ورود ولا تقاعس ولا هروب ولا تهرب من الضريبة يعني القرار قرار سيد رئيس الجمهورية والحكومة هو قرار صائب وهو يعني سيبعث نوع من الارتياح والطمأنناء خاصة لدى هذه الفئة ولما نقول الناس ليصل أجر التاعهم إلى 30 ألف دينار جزائري يعني نقصد بفئة الأسلاك المشتركة بصفة عامة والعمال المهنيين قرار سيد رئيس بالعموري تكلم على الأسلاك المشتركة المعلومة يعني أنهم أقل بكثير لكن تحكي لي على الصنف المهني الواحد واثنين رأهم يديوا زوج ملايين سيدي الكريم ربما كان أقل من الزوج ملايين كان أقل بكثير من الزوج ملايين على مستوى وزارة الداخلية في البلد في المؤسسات التربوية يعني إلغاء هذه الضريبة سيعرف انتعاشا للأجوع إذن أنت تمنت هذا القرار رئيس الجمهورية ضمن التعهدات 54 ومخاطط الحكومة الذي عرضه الوزير الأول ولكن هناك من يقول في الطبقة الشغلة واستنادا إلى بعض تصريحات وتحليلات الأخصائيين والاقتصاديين أن هذا لا يزيد في أجور العمال كثيرا يدوبك ما يقولوا لا يزيد عن 2000 دينار 200.000 يعني وخالك هذه الزيادة طفيفة ولا تلبي رغبات الطبقة الشغلة ما تعليقك سيب العموري؟ شوف أولا نحن ربما من المطالب الأساسية للنقابة هو إعادة النظر في سياسة الأجور في الجزائر بصفات عامة نظرا لضعف القدرة الشرعة إنهيار لا أقول ضعفة إنهيار قدرة الشرعية لكن بالنسبة لهذه النقطة بذات نحن نظرنا خاصة في السنوات الأخيرة وركزنا على هذه الفئة باعتبار كما ذكرت فيه كثير من العمال وجزء من الموظفين اللي يتقذوا 20.000 دينار جزائري وشرحنا بصفة دقيقة كيف بإمكاننا رب أسرة تتكون من ثلاثة أو أربع أفراد إنه بهذا الأجر الزهيد أنه يلبي احتياجات هذه الأسرة ويحفظ الكرامة وبالتالي كان لابد علينا أن نثمن هذه الخطوة كما ذكرت في البداية هذا يشكل جزء من الانتظارات ومن المطالب ما هي الأجزاء الأخرى التي ما زلتم تطالبون بها نحن بدرجة أولى نتمنى أنه يتم وضع آليات وتصور دقيق لسياسة الأجور في الجزائر بصفة عامة ونؤكد يعني من الواقع الميداني أن الأجور لا تتماشى إطلاقاً والقدرة الشرائية ذكرنا في هذا الجانب عدة نقاط أولاً بالنسبة لإلغاء ضريبة يجب أن تكون آليات لكذلك لتعدى الدخل تحت 30 ملايين ثانياً من ضروري جداً إعادة النظر في النقطة الاستذالية النقطة الاستذالية وهي اليوم تساوي 45 دينار جزائري نتمنى أن ترتفع بشكل اللي يتماشى والقدرة الشرائية ونتمنى في رسم هذه السياسات أنه يتم شراك الشركاء الاجتماعيين لماذا؟ لأنهم يعرفوا الواقع بشكل دقيق هو فعلاً العمل عمل مختصين في الجانب لكن وجود لمسة النقابات يعني من الضروري أنها تكون موجودة أستاذ هذا تكلمت على الأجزاء بما فيها النقطة الاستذالية سلم الأجهر ويعاد وإحنا المشكلة فقط لحد الآن البداية من الحكومة ما هي رفع أو إلغاء الضاربة على أصحاب 33 ألف دينار جزائري اللي يتابع فيه كل الناس اللي من ضويين تحت النقابة اللي أنت تترأسها وكذلك النقابات الأخرى والذين لا ينتمون لأي نقابة يتساءلون في حيرة ما هي الزيادات بالنسبة لك كمطلع على هذا الملف ربما ما هي الزيادات التي طمأن بها الموظفين في هذا القطاع أو في قطاعات أخرى ممكن تقيسهم إلى أي مدى يمكن توصل شوف مش ممكن إطلاقاً بش نمد يعني أرقام دقيقة لكن الشيء الأكيد أن زيادات ستكون زيادات يعني نوعاً ما معتبرة إلى أي مدى معتبرة أنا اعتقادي يعني حسب التصور أنه فيه ربما زيادات اللي تعدى أربع علاف دينار أربع علاف دينار لكثير من الفئات وربما هذا الرقم يعني هو بذرة عمل هو بذرة عمل بالنسبة خاصة كما ذكرت للعمال المهنيين والحجاب والسواق والأمن الوغاية اللي تحكمهم قوانين أساسية خاصة كذلك بالنسبة لفئات الأسلاك المشتركة ما يعرف بالأسلاك المشتركة لا فيه ما يعرف بالأسلاك المشتركة فيه قانون خاص وبالنسبة للعمال المهنيين والحجاب لهم يعني قوانين خاصة كذلك سيد مازالوا يخدموا بالكونترا لأنه نحاوا هذه التوظيف بتاعة تنصيب العمال المهنيين كانوا يخدموا بالكونترا ما يدروا يدروا بالتقاعد كل عام بالتعاقد عفواهم كل عام وهو جاء هذا بناء على القانون 0603 القانون الخاص بتنظيم الوظيفة العمومية القانون هذا ليشكل يعني قانون عمل خاص يعني فرضا نظام التعاقد في كثير من المناصب وهذا التعاقد هو تعاقد دائم يعني تعاقد متجدد أليا ولذلك يعني يعني لا يشكل يعني خطورة أو يشكل يعني ولكن يشتكي منه العمال يعني العمال المهنيين ما يعرفوش هذا الأمر يقول لك احنا عليها نخدمه بالتعاقد لماذا هذه كلمة تعاقد على الأقل إذا كان احنا متجدد عليها نسميه كلمة متعاقد ما الفائدة منها هو هو تعاقد جاء من جراء هذا من جراء هذا القانون لكن في 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 الواقع يعني في تطبيق تاعه ليس لهم يعني من تأثيرات ما عندوش تأثيرات لا من حيث الأجر ولا من حيث المصار المهني للعام يعني يقدر يستفاد من لزيش لا يبقى يطلع يستفاد يستفاد يعني بشكل طبيعي وله جميع الحقوق الحقوق يعني في إطار المهنيين نرجعوه للاستفادات تعاقدت وقدر بربع ألاف دينار جزائري بالنسبة للزيادات بالنسبة للزيادات يعني قلت هي زيادات معتبرة لكن زيادات يعني لا لا ترقى ولا تلبي جميع الطموحات بالنسبة للعمال والمواطفين ذلك ما يدعونا اليوم أننا نلح في المطلب الخاص بإعادة نظر في النقطة الاستدالية سيدي الكريم نحن نتحدث عن مخطط الحكومة مخطط الحكومة الذي عرضه الوزير الأول تحدث على هذه النقطة لحد الآن لا توجد هناك نقاط تفصيلية لأن كل قرار لابد أن يكون بمراسيم تطبيقية حتى تنفذ في الميدان سممكن يلتحق بنا بعد قليل بعد الذين لهم يعني علم بهذا الموضوع لأنهم في البرلمان وعلى دراية لغاية ذلك ربما ما كيست تصور كيف تكون هذه الزيادات ولكن هذا ربما يطرح تساؤل كثير إذا كان نسمحنا عرف ندرك لإصحاب 3.000 دينار اللي هما تلتملايين راح تلحق يقول بن العموري على اعتبار أنها تقريبية ممكن 400.000 أو 4.000 دينار جزائري ولكن سؤال مطروح الناس اللي يخلصوا 3.000 دينار ومياء كيف يكون نصيرهم وشوف بالنسبة للغاء الضريبة أنا نقول في بداية أولا بالنسبة لبرنامج مخطط الحكومة نحن لسنا مختصين لكن نتابع كشركاء اجتماعيين فيها ربما رؤية جديدة لكن نطرح حوله كثيرا من التساؤلات لأنه يعني غابت عنه الميكانيزمات وآليات وحتى المخطط الزمني لتطبيق هذا البرنامج يعني فيه نوع من الغموذ هو المفروض كلمت عنه سوستطبيقية حتى في مخطط الحكومة من المفروض تكون فيه كثير من المؤشرات أولا تانيا بالنسبة الميكانيزمات تانيا بالنسبة الآليات تطبيق البرنامج ما تعلق بالجانب الاجتماعي خاصة في ما يخص إلغاء ضريبة أو رفع الحد الأدنى للأجر المضمون نعتقد التصور تانيا أنه لما ترك مفتوح فيه أمل وفيه تصور وفيه اعتقاد بالنسبة لنا أنه سيتم الشراك المعنيين والمعنيين هم بالدرجة الأولى نقبات الشركاء الاجتماعيين واعتقادنا كذلك إذا كان هذا التصور تانيا حقيقي هو يعني هذا الشيء هو شيء جميل وشيء جميل لما حدث لي على هذه النقطة ربما حتى نبدأ نغوص في الموضوع أكثر يعني عرف نبلي كينا مبدائيا إلغاء ضريبة على الدخل التمليم كيف هذا السؤال جاوب عليه الحكومة بمن جاوب عليه النقابة هل ترون وتقترعون وتتصورون أن النقابات لها دور في تفصيل هذا المخطط متاع زيادة 3000 دينار جزري وإلغاء الضريبة أنتم ما كان نقابة سناب وعضو من تكتن نقابة كبير لستم أنتم في الميدان فقط ولكن تصور تعكم كيف يكون إلغاء الضريبة على الدخل حتى يعرف المواطن ويعرف العمل تفضل نعمل كما ذكرت في البداية أن نكون طرف في الحوار الخاص بهذه النقاط لماذا لأن نوضح ونؤكد أن أولا الضريبة بالنسبة لهذه الفئات هو يعني شيء إيجابي لكن يجب أن تكون كذلك أمور من عدة نواحي من بينها مثلا نقطة الاستدلالية كذلك إلغاء ضريبة يجب أن يمس باقي الفئات التي يتعدل أجر تاعها 3 ملايين هذا هو السؤال مطروح كيف سيكون ربما تخفيض الضريبة بنسب معينة صحيح ربما الإنسان اللي يتعدل أجر تاعه 60 ألف دناء 60 ألف دينار جزائري ستكون نسبة 50 ألف دينار سيكون فيها تصورات وهو لحد أبارة من موجود لدينا سيب من سفر حتى 35 والواحد كيف يلحق حتى 3 ملايين ضاربة لكي يعرف المشاهد كين الناس يخلصوا 3 ملايين ضاربة على الدخل لكي نحن نشوف بنسبة تقريبية ليست دقيقة نذكر في كثير من المنابر وفي وسائل الإعلام أن أدنى نسبة بالنسبة للضاربة هي 25% هي ربع هذا التصور تواكب يعني التصور هي ربع الأجر لأننا من تكلمش على الفئة التي تتعدد 30 ومن تكلمش على الفئة الأقل من 20 يعني المعدل نقول 25% كثير ربما كثير ولكن سيد الكريم اسمعني لك أنا أعطيت رقم ويديه 30 ملايين بالصح هذا السيد أو يديه قريب 15 مليون سيد الكريم بارك الله فيك من أجل يعني هذه النقطة بالذات يعني نحن نرتكز ونعتمد على هذه النسبة نسبة 25% لكي نمس يعني جميع الفئات يكون تضامن حتى في الفئات بارك الله فيك تضامن حتى في الفئات مع العلم أن يعني فئة ربما 35% هي فئة ليست بالأقليلة كثيرا مقارنة بالفئات الأخرى بالفئات الهشة إحنا لو يكون التصور تعنا نتمنى أن تفتح ورشات حول هذا النقطة هذا النقطة لكي نستطيع يعني على الأقل ضمان الإنصاف بالنسبة لجميع يعني الأمال والموظفين ونعرف باللي المشكلة يعني تعال الأجر هو مشكل أساسي لكن فيه كثير من المشاكل حتى أنتم ما في نضالكم النقابي مع الوزارات المختلفة لأنتم قطاعها معين تعكم قطاع التربية مثلا لكن كنتش تمدوا هذا التصور تكلموا كلام عام قال زيدونا الأجر زيدونا نحن القدرة الشيرة ما قدرناش وليكن ما أعطيتوش تطور لما اليوم الحكومة جابت هذا الاقتراح تعتلتهم لين بدأت الكلام خلينا اسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير لو سمحت إذن فاصل قصير نعود بعدهم مشاهدين الكرام لمتابعة غرفة الأخبار وموضوع إلغاء الضريبة على الدخل بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام إلى غرفة الأخبار التي نتابع فيها مسألة إلغاء الضريبة على الدخل الذي عرضته الحكومة أمام النواب وتنتظر الفئة الشغلة أن يدخل حيزة التنفيذ واستفيد من المبالغ المالية لهذا النقاش يحضر معي دائما أرحب به الأستاذ باللعمور الغليض وهو الأمين وطني لنقابة سناباب مرحبا بك سيدي شكرا كنا قبل الفاصل طرحت عنك سؤال خارج النص وهو يتعلق بمسألة النضال الذي كنتم تناضلون من خلاله مع الوزارات المختلفة والحكومات السابقة لم تطرح فكرة هذه إلغاء الضريبة بهذه الحدة لما اليوم قالت الحكومة 3000 دينار جزائري ستلغى عليها الضريبة بدأتم أنتم في فلسفة جديدة ما ردك سيد الكريم وشوفي لا سمحت لسي شريف يجب أن أوضح لك وللرأي العام ندى بينا تفضل أن ما تعلق بإلغاء الضريبة هو مطلب عمره أكثر من عشر سنوات وأن الحكومة ربما في اختيارها للنقطة هذه بذات كان صائب واستمداته من يعني مطالب النقابات هو داخل يعني رصيد النقابات أنا أذكر أنه فيه نقابة الوطنية المستقلة لمستخدم الإدارة العمومية يعني رفعنا هذا المطلب يعني منذ أكثر من عشر سنوات قناعة منها أنها ضريبة على الدخل تؤثر بشكل يعني كبير لم أقل بشكل رهيب على الأجر الخاص بالموظف وحتى أكون يعني عادل ومصف في كثير من النقابات يعني القطاعية رفعت كذلك من أجل هذا المطلب وكذلك لباقي المطالب خاصة ما تعلق بالنقطة الاستدلالية أشرتا إليها سيد لحد اليوم يعني ما فيهش أكلام حولها وكذلك بالنسبة لحد الأدنى للأجر المضمون سيد أبو العموري حين كنت أسألك قبل الفاصل عن هذا المشروع الذي أتت به الحكومة أترت نقطة مهمة ربما تثير كذلك التساؤل الإضافي وهو أنه لابد أن تصور انتعكم أن تكون النقابات حاضرة في هذا الموضوع وهذا ما يطرح كذلك سؤال تشعب آخر لأن المواطن المغبون على أمره العامل ليتقاضى هذه الضراهمة معدودات وتعرف المناسبات جاية يقول لك وكذلك نصرف نحن الأسئلة دائما نجينا في الفيسبوك أو على صفحتنا أو على موقعنا للقناة يتساءل متى تدخل حيزة التنفيذ الحكومة أعطى التصور ممكن قانون مالية تكملي سيكون في الأشهر القادمة لما تجد له أنت نقطة أن نقابة شارك راح الوضع ممكن يمتد إلى شهور أكبر كيف تستطور أن هذا الموضوع يدخل حيزة التنفيذ في أقرب وقت كما يطالب العامل وأعتقادي لما تكون فيها إرادة إرادة سياسية يعني قوية جدا أن العملياء لا تتطلب يعني الكثير من الوقت وبإمكان يعني في ظرف أيام معدودة سيتم يعني فتح الورشة وكذلك سنتوصل يعني بشكل سريع جدا لتصورات في ظرف قياسي لتمكن الموظفين والعمال يعني من الاستفادة وهذا كذلك هذا هذا يشكل يعني انشغال من الانشغالات تعنا هذا الشي اللي نتمنيوه أنه عامل الوقت عامل مهم مهم ونذكرت في البداية ربما من بين التساؤلات اللي نطرحوها حول برنامج الحكومة ككل عدم وجود مخطط زمني لكثير من النقاط اللي هي نقاط نعتبرها إيجابية وتستجيب لتطلعات يعني المواطن الحكومة ما عندهش مخطط زمني وانتم ما زدوا الطالب بأنكم تدخلوا في نقاش ونعرفوا تكتوا النقابة في حال النقابة والمواطن والعامل يبقى يسنة يعني نزدوه في الأمر أكثر يعني تدهورا هو العملية وميعنا الملف بصفة أخرى أنا اذكرت في البداية أن التصور تعنا أن فيها ربما عدم ذكر الآليات بالنسبة لهذه النقاط بالذات خاصة بطبقة الشغيلة ربما يجسد يعني النظرة اللي جابها سيد رئيس الجمهورية لأنه ركز على ضرورة الاستشارة وفتح الحوار ويعني بناء شراكة خاصة مع شرك الاجتماعي خاصة مع شرك الاجتماعي ذلك ما دعنا نتصور وهو يعني الفكرة الأصوب لماذا لأنها قد تتجه الحكومة مباشرة إلى اتخاذ قرارات وتطبيقها في الميدان قد تكون فيها نقائس هذه النقائس تثير يعني حفيظ الطبقة الشيقيلة بصفة عامة والنقابات باعتبارها ممثل لهذه الطبقة وستكون ربما عندها ردود أفعال سلبية لذلك نرى أنه يعني تتريض في نظرها لا ليس تريض نرى أنه من الأجدر من الحكومة أنها مباشرة تدعو إلى حوار هذا الحوار قد يكون يخص نبقى في الحيوار نقطع الحوار هذه المهمة الذي قد لك أنا تريض لو كان جاوبتني بكلمة تريض نعطيك سواء الآخر ذلك نبدل السؤال إذا كان الحكومة تدخل مباشرة في الموضوع أنتم عندكم طالب أخرى كنت تكلمني من الصباح يقول لي نقطة استدالية وإعادة سلم الأجور وهذه تنتعى 3000 دينار جزائري 30 ألف دينار جزائري تاع السميق أو ما يعرف ضريب على الدخل لي يرجع عفوا هذا الأمور كامل هذا الخالطة كامل وكتش تفرأ إذا كنتم دخلتوا لهذه القاضية تاع النقطة استدالية وتاع سلم الأجور يعني المواطن ما رايحش يخلص شوف أستاذ نحن داخل النقابة وأعتقد في كثير من النقابات المسؤولة في الجزائر أننا نؤمن إيمان قاطع بمبدأ خضوة طالب وهذه فكرة يعني هذا مبدأ من المبادئ الأساسية العمل النقابي بالنسبة لنا اليوم هذا مكسب مكسب نحن أحرص الناس على تطبيقه ميدانيا وليست لدينا أي مشكل لو أنه النقاش يكون حول هذا النقاط بالذات نفصل فيها يعني لماذا نطالب بإشراكنا لكي لا تكون فيها ردود فعل سلبية ولكي لا تكون فيه أخطاء سواء في التشريع أو في الإجراء نتمنى أن تفتح ورشة وهي عملية بسيطة شدة دعوة كل النقابات المعنية بهذه الزيادات في جلسة قد تكون ليوم أو يومين ويتم الاتفاق حول يعني النقطة الخاصة بإلغاء الضربة تبقى المطالب الأخرى هي مطالب يعني سنبقى نناضل من أجل يعني تسيدها على المدى المتوسط أو المدى البعيد تتقل باللي أنها وممكن في يوم يومين تفرع ولكن الخباراء الاقتصاديين كانوا حتى كانوا ملوك أكثر من الملك يقول لك باللي تأطر على الخازينة وتأطر على الإرادات من الخازينة من هذه الضرائب وبالتالي ربما ستكون العملية عندها مفعول عكسي إذا كان هذا الأمر يعني يتطلب بحث كبير بحث تأطر حتى الحكومة يتطلب أن الحكومة تأطر مالية في الخازينة وفي الميزانية العامة كيف أنه في يومين قدرون نقع حل مسألة ملايير شوفوا أستاذ أنا أنا لست خبير لكن أقول يعني كنقابي أعتقد أن للحكومة مستشارين وللحكومة يعني ناس مختصين أكيد يعني كل قرارات الحكومة لا تصدر من فراغ مدام الحكومة قرت قرار كما هذا أعتقد أن الجانب المالي لها نظرة ولها رؤية وش ممكن أن الحكومة تخرج بقرار كما هذا واعتقادي كذلك أن تأثيراته على الخزينة يعني ما تكونش في المستوى مستوى التهويل هذا اللي هو فيه الله يعني قضية بسيطة جدا أعتقد أن هذه الفئة ربما في آلة تتعدى ستمائة ألف ربما في التصور الفئة المعنية يعني بالدرجة الأولى من جهة ثانية أن نأكد بالعملية بسيطة مدام الحكومة أعطت قرار لها تصور وتعرف مليح يعني الوضع الاقتصادي والمالي الخاص بالحكومة قالها الوزير في معرض حديثه يعني في البداية تحدث قال بأننا نعيش أزمة ولكن يمكن تجاوزها من خلال الرشادة والحوكمة بالذابط يعني ولذلك نعتقد أن الإجراء تطبيق الإجراء هو تطبيق عادي لا يتطلب يعني سيد بلع موري في كذلك كما أنهم يتخوفون يقول لك الحكومة إذا كان وفقتنا على هذه 30 ألف ثلثة ملايين ونحطنا الضاربة يضربوا علينا النحة يعني نساولنا في القاضيين تاع الأجر المضمون يساولنا في إعادة سلم الأمجور وتعرف أن القطاعة يعني على السفيح ساخن تعرف باللي قطاعة تربية ويهدد بالإضرابات تعرف باللي أن الأئمة تاني كافية ربما يقبل بها وفق ما قلت خذ وطالب أو ما زلتم متخوفون أن الأجور لن تمس لأن الوضع الاقتصادي سعى وشوف من خلال المتابعة تعني يعني سواء برنامج الحكومة أو كثير من تصريحات أعضاء الحكومة أو حتى رئيس الجمهورية الحمد لله رب العالمين ظهرت بعض المصطلحات اللي هي في الحقيقة استجابة لنداء الطبقة الشغيلة وللمواطن بصفة عامة لما نجد يعني كلمة تقليص الفوارق الاجتماعية تتردد كثير وهو مصطلح الجديد بالنسبة للحكومة أو لكثير مطمئن بالنسبة لكم هذا مصطلح هذا مطمئن لماذا لأن اعتقادنا وصلت الرسالة إلى أصحاب القرار أن فيها ضرورة لتقليص الفوارق الاجتماعية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إعادة رسم سياسة جديدة للأجور هذه السياسة التي ستستجيب لكثير من المطالب التي ذكرتها هذه المطالب اللي احنا مرغمين يعني مش اختيار احنا مجبارين أننا سنبقى نناضل لأنها يعني تعتبر من الضروريات بالنسبة لطبقة الشغيلة السيد الكريم فيه كذلك حديث عن المطالبة ربما لم تطالبون أنتم في سناباب ولكن في قطاعات أخرى يقول لك دائما معروفة الروليكا أو الآطر الرجعي هل هذا ربما كحل حتى يتحسن مستوانة على المعيش المواطن نطبقوا هذا التلتالاف أو الرفع ضريب على أجر التملايين بآط الرجعي ويكون فيه مدخول يعني زيد واش رأيك هو شوف صراحة نحن داخل النقاب سناباب دائما في خطابنا أننا نأكد أننا راعي المصلحة العامة باعتبار أن المصلحة العامة هي من تضمن جميع المصالح الأخرى وبالنسبة لهذه النقطة بالنسبة الأثر الرجعي دائما نطالب به لما يكون فيه نص شريعي موجود ولم يطبق مثلا كما ما هو الآن يعني معاش داخل قطاع التربية بالنسبة للقانون 266-14 هذا النص لم يطبق لحد الآن لم يطبق 6 سنوات لم يطبق لمدة 6 سنوات في قطاع التربية الوطنية لكنه طبقا في باقي قطاعات الوظيف العمومي هذا من البديهي ومن الطبيعي الآن نعتبره أصبح حق وليس مطلب هذا حق مدى أنا يطبق علي القانون هذا زميلي لموجود في قطاع التكوين المهني أو في الصحة أو استفاد من هذا الحق من حقنا أننا نطالب نطالب بالأثر الرجعي ولكن هذه كذلك من الخلافات التي عندكم في التكتل وفي النقابات نتعكم معرفتوش يعني تحاول الوزارة ما قدرتوش توصلوا إلى حل كل واحد يدلو بيدلو كي إن واحد خرجت لكم التنسيقية الآخرة هذه تقول لك زيدونا 3 ملايين فوق الدراهم وخلاص ما نطالبش من تعرف 14 هذا لا أشوف حتى بالنسبة حتى بالنسبة للتنسيقية وانا ما نيش يعني ناطق رسمي بسمها لكن أعتقد أن جل المشاكل التي طرحتها ولي رأي اليوم يعني تعيش في حالة إضربات وكذا أن الجل المطالي بتاعها تتحقق من جراء تطبيق هذا المرسوم 2016-14 تأكد ما قل بيش هما محثوش عني هما أصلا هم وش داروا هم وش داروا السيب العمول إسمحني على المقاطعة هم وش قالوا زيد نوات 3 ملايين في المنصة هنا جاء وعندنا في البلاطون من بين الممثلين قال لك زيد نوات 3 ملايين على الشهر اللي عندنا يكفي ما قالوا وش تطبقوا هذا المرسوم 2014-14 شوف سي شريخ لو تفحصت جميع البيانات نرني متابع يعني للمجال النقابي لا سيما ما تعلقا بقطاع التربية الوطنية لو تتابع جل البيانات اللي تفضلوا بها إخوان داخل هذه التنسيقية يركزون تركيز يعني تام على الأجر والأجر يعني اللي عبره في أكثر من بيان على ضرورة تطبيق المرسوم 2016-14 لماذا؟ لأن هذا المرسوم يعني يقدروا يحققوا من خلاله إعادة التصنيف التاعهم هما مشكلهم الأساسي هو إعادة تصنيف خصوص بالابتدائي خصوص بالابتدائي لأنه في الحقيقة هو حق بالنسبة لهم ما قال لك بالله في التناوية وفيه مسألة منتوج التكوين والشهادة مسألة أخرى حتى لا دعنا الوقت لأنه مسألة هذه التعالي التنسيقية أنت مسؤول على سناباب شكرا جزيلا في الجزء الأخر الأول رح نعطيك كلمة أخيرة كيف تتوقعون أن يطبق هذه المرسوم بما فيها لكنت تكلم عليه المرسوم 2016-2014 هو كذلك إلغاء الضريبة على الدخل هل ترى أنه قريب ويلبي مطالبكم كنقابات تفضل نحن أولا نتمنى من الحكومة أولا بالنسبة للمرسوم المرسوم 2016-2014 أن يعجلوا بالتطبيق تاو لماذا؟ لأنه عبارة عن حق وليس مطلب مكسب هو حق وليس لأنه تبقى في باقي قطاعات الوظيف العمومي أما بالنسبة الإجراءات الجديدة نتمنى أنه يتم شراك يعني النقابات لا سيما النقابات التمثيلية والموجودة في جميع القطاعات والإسراع في يعني تسييد هذه المكاسب على أرض الواقع لأنه سيضمن ربما نوع من الهدوء والاستقرار ويستجيب لكثير من تطلعات وانتظارات الطبقة الشغلة شكرا لك سيب العموري الغليد والأمين الوطني بنقابة السناباب نقاك في فرصة قادمة بحول الله بارك مشاهدين الكرام نطوي هذا الجزء من غرفات الأخبار أعود وألقاكم بعد فاصل قصير موضوع جديد وضيف جديد ابقوا معنا